شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول التحالف لدعم شرعية في اليمن الذي انعقد اليوم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لإعلان خطة العمليات الإنسانية الشاملة في الجمهورية اليمنية وأعرب معالي وزير الخارجية في تصريح له بمناسبة مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم شرعية في اليمن عن خالص شكره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع المهم الخاص بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في الجمهورية اليمنية وعميق تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلبان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في تعزيز دور تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي تقديم كافة أنواع المساعدات الإنسانية وتيسير وصولها لأبناء الشعب اليمني الشقيق مثمنا معاليه توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإداع مبلغ ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لتعزيز الوضع المالي والاقتصادي بالجمهورية اليمنية وأكد معالي وزير الخارجية حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المختلفة والملحة إلى الشعب اليمني تنفيذا لاستحقاقات مرحلة عادة الأمل واستمرار التواصل والتنسيق بشأن تقديم الدعم الفني من خلال البرامج التدريبية في المجالات المصرفية والمساعدة الطبية وعلاج المرضى اليمنيين في مملكة البحرين بالإضافة إلى تقديم الإغاثة الممكنة من خلال الدعم العاجل من المساعدات التي تقوم بها المؤسسة الملكية الخيرية منوها بتوجيهات عاهل البلاد المفدة برصد مليوني دولار لبناء مركز صحي متكامل في اليمن وأشهد معالي وزير الخارجية بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودوره الإنساني بالتعاون مع جمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الإنسانية الأخرى في معالجة المصابين ودعم المنشآت الصحية الحكومية في أنحاء اليمن وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية وأوضح معالي وزير الخارجية أن اجتماع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي ناقش وضع اليمن الشقيق ومعاناة شعبه جراء استمرار تعنت الإنقلابيين ضد شرعية في اليمن يمثل مرحلة مهمة في تعزيز الجهود الدولية من خلال المبادرة الإنسانية لإنقاذ الشعب اليمني وتقديم جميع صور الإغاثة الممكنة وجدد معالي وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وتأييد كافة الإجراءات التي تتخذها الشرعية لبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية وانهاء سيطرة الميليشيات الإنقلابية المدعومة من الخارج والتوصل لحل سياسي شامل بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ليعود السلام والأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق هذا وأعلن وزراء خارجية التحالف عن إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن عدة مبادرات تبلغ قيمتها مليار وخمسمائة مليون دولار تبرعات لمساعدة الشعب اليمني وتشمل المبادرات تبرعا لجهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة باليمن ومشاريع لرفع الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد وبرامج لتخفيض كلفة النقل وتحسين البنية التحذية للطرق وإقامة جسر جوي لمدينة مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر